هناك أوراق كثيرة وهناك ملفات معقدة لدى المجلس الرئاسي ولدى الحكومة للتعامل معها هناك الكثير من الخلافات والتباينات التي لم يتم تجاوزها المجلس الرئاسي والحكومة ربما أو هذا ما هو حاصل يريدون أن تستمر الهدنة رغم معرفتهم بأن لا فائدة منها سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي لكنهم يحاولون فقط أن يكسبوا من خلالها الوقت للملمة الخلافات وتوحيد الجهود وتوحيد الجبهة العريضة في مواجهة الإنقلاب الحوثي لذلك ما يجعلنا مطمئنين بأن الموقف من الإنقلاب الحوثي ما يزال واضحا وواحدا ولم يتغير وليس هناك نكوص عنه لكن ما يدفعنا للقلق بأن تجاوز الخلافات سيأخذ وقتا طويلا برغم الاتفاق على تجاوز هذه الخلافات وبرغم أن هناك خطوط عريضة وضعت وهناك الكثير من القرارات التي صدرت بهذا الشأن ومن ذلك مثلا قرارات تشكيل لجنة لتوحيد كافة تشكيلات العسكرية هناك أيضا قرارات متعلقة بالجانب الاقتصادي وما هو مهم حاليا هو اكتساب ثقة المجتمع المجتمع الآن في لحظة تردد إذا ما يحدث هل لدى المجلس الرئاسي والحكومة القدرة على كسب ثقته والتعامل مع همومه ومشاكله بنفس المستواها ومسؤوليتها